خليني أبدأ بالاسمس كالعادة أستاذ إبراهيم طيبة نرجو من سيادتكم فتح موضوعات المعاشات بتوسع لأن الحالة باتت صعبة جدا على أصحاب المعاشات الضعيفة أنا طول الوقت بكلم فيما يخص المعاشات طول الوقت بكلم في هؤلاء التسع مليون إحنا بنتكلم في حالة حقيقية اسمها المعاشات في مصر تستدعي التأمل تستدعي البحث تستدعي الاهتمام تستدعي التنبه خليني أشرح في هذا الملف كثيرا زي ما شرحت سابقا في حلقات قادمة لأنه ده هم هم كبير لهذا المواطن المصري اللي تقاعد عن العمل وطلع معاش وغالبية هؤلاء الحقيقة بيطلعوا هم في شرخ شبابهم وعطأهم وقدراتهم وإذا بيهم أيضا أمام حالة اقتصادية مزرية في التناقض المزهل ما بين المعاش والمرتب اللي كان بياخده لأنه زي ما قلت أنه المعاش بيتحسب على أساس المرتب فإذا كان الموظف بيقضة 45000 جنيه المعاش بيتحسب له على التمنمية ولا التسعمية اللي هم أساس المرتب فيفاجأ أنه بيقبض في واحد اتناشر 6000 جنيه وفي واحد واحد لما بقى على المعاش بيقبض 1100 مثلا فتخيل لما يبقى فيه مواطن بيتقاضى المعاش بالطريقة دي مش حتى أن المعاش ضعيف لا المعاش فجوة هائلة بينه بين المرتب يكشي يكون 5000 جنيه المعاش لكن المرتب كان كام كان 15000 فتشوف على طول إزاي ما أطلوب مني أن أنا أكيف حياتي بنقصان 70% من دخل الشهري بعد ما بقى على المعاش دي قصة صعبة جداً هنتكلم فيها أكثر لن يحدث شيء في 25 ناير القادم من طريقة الحياة والشعب هو الذي سيتصدى لأي محاولات ما فيش محاولاته لأحاج وما بقول لكم ما فيش أي محاولات إذا كان فيه عملات إرهابية ده موضوع تاني من إرهابيين والأمن هيعالجها ويواجهها مش بطلوب من المواطنيين لكن مظاهرات بقى وابتاعه ولا كلام من دخل ولا تلت نفار أصل الاقتناع الشعب برئيس السيسي بأنه أنقذ مصر والمنطقة من الضياع طبعاً انحياز الرئيس السيسي لصورة الشعب المصري في 30 يونيو قولاً واحداً انقاذ لهذا الوطن وللوطن العربي عموماً من براثن هذه الأصابة واكد اقتراح إلى محافظة البنك المركزي عند اقتراح لتشجيل مصرين في الداخل والخارج عظيم على تحويل مدخراتين بالعملة الصعبة إلى الجنيه المصري بالسعر الرسمي في البنوك الاقتراح وعمل شهادات إداء بلاستو عن الفائدة المعلنة 12.5% بحيث تكون 14.5% بشرط تحويل الدولار أو العملة الصعبة إلى الجنيه المصري في البنك بالسعر الرسمي على أن تسمح البنوك بإداء أي كمية من الموال دون النظر لشرط العشرة آلاف دولار يعني لو دكتور لو سيد طرق عامر بيسمعني أو دكتورة رانيا المشاط يعني دكتورة أهلا للتخصص فأقول فيه لكن الراجل واضح أنه عايز يزود الفائدة مقابل أنه بيتعامل بالسعر الرسمي فاللي بيودع يبقى مش خسران حاجة نتيجة أنه اللي ضع له في السعر الرسمي موجود فايدة أعلى تعوضها له يعني منطقيا مفهومة في الإطار ده هل ده يشجع؟ يعني ما شيء عظيم لو حصل اللي هو إيه؟ اللي هو زيادة مدخرات البنوك المصرية من العملة الصعبة وده هدف ليس محدودة ده هدف طموح وعظيم وكبير لو ده اقتراح مواطن غالبا من المقيمين في الكارج لو ده اقتراحه محل نظر يبقى حاجة مهمة لمسؤول البنك المركزي عايز تهز الأرض تحت أخدام العالم عايز مش عايز أهز الأرض تحت أخدام العالم مش ناقص هز الأرض لكن يعني عايز إيه بقى أعلن أو إعلن أن مصر قدمت موعد التجنيد للمواطنين إلى 16 عاما قبل المخدرات والبرشام والبلطجة وإن شاء رجال يصدقون الله في بداية تعاملات الحياة يعني تفتكر 16 طبعا يعني هل سن التجنيد هو هنا اللي يقدر يعمل التحول ده اقتراح برضو في الزهن مع اعتبر انه 16 عاما ده الولاد لسه طلعين من أعدادية يعني أو من سنوية بناء على قرار وزير الصناعة السابق منع استيراد الصناعات التراثية تمنيت قرارة من رئيس الوزراء بإنشاء مجمع للصناعات اليدوية التراثية المصرية يا ريت يمشي عظيم أستميحك أن أختلف مع رأيك بخصوص البرلمان والنواب النواب منتج بعد ثورتين وهناك موروث 60 سنة بالانتخابات نزيه معلش عذرني يعني يا أستاذ وسيم الشامي ما فيش انتخابات نزيهة جرت في مصر قبل ثورت يوليو إلا انتخابين اتنين وبعد ثورت يوليو انتخاب واحد أيام السيد مبدوح سالم أظن كلم في 79 بس والانتخابات الأخيرة دي لشانه مرتبو واضحة النواب مخاض ولادة عسرة وهؤلاء النواب سنة أولى ديمقراطية وسيم الشامي لا هم حضانة ديمقراطية سنة أولى كيجوان ديمقراطية مش سنة أولى لكن طب ما أنا أولت كده يعني ليه انت مختلف مع رأيي في ايه ده رأيي كد يكون متطابق يعني وإن كان مختلف طبعا يعني أهلا بالاختلاف في كتاب الأحياء بتاع الوزارة تانية سنوي عام ناقص عدد صفحات من سات 88 لغاية 118 قريس وح تانية صفحة رغم كم المراجعين والمشرفين على غلاف الكتاب عن تطول التعليم في مصر أتحدث عمر فكري هل ده يا استيس عمر في نسخة ابن حضرتك بس يا جماعة كل اللي عنده طلبه في تانية سنة ويدلقتي يروح على كتاب الأحياء ويفتح يشوف هل فعلا من صفحة 88 لصفحة 118 مفيش أصلا على طول كده 88 ادي ادي له ادي 118 اتأكدوا بالحكاية دي لأنه لو ده خطأ موجود في كل الكتب فالحقيقة احنا يعني بنهزر يعني الاصلاح والتوعية تبدأ في جميع المراحل التعليمية عندما نذكر أنه لازم نبدأ التوعية منذ الحضانة والابتدائية نصاب جميعا في مصر بالأحباط وأنه لا فائدة هذا تنبيه هام لعدم تحطيب الروح المعنوية للشعب بل يوجد أمل بأن نبدأ فورا وفي جميع مراحل التعليم من مصر صحيح يلا نبدأ بكل المراحل التعليم في مصر نستغيث من السوق لبيع تقاوي البطاطس بقرية التوفقية مركز إتال برود بحيرة يقام السوق بمدخل القرية وعمل المدرسة والأطفال لا يستطيعون أن دخول للمدرسة رغم أنه مخالف لقانون الأسواق يعني هو مشكلته بس بتاع التقاوي ده أن الأطفال ما رفش خشوا المدرسة يا مشكلة بسيطة الحقيقة يعني لكن خلينا برضو تشوف بيحصل إيه في التوفقية إذن إلى السؤال الأول عايز أسأل سؤال أن بلاقي دخلت قبل كده مدرستين لقيتهم مبلطين الحوش فمنين ييجي بقى بنتكلم عن الرياضة وبنتكلم على الأبطال وعلى المدليات الأولمبية وكل الحديات إزاي هنطلع حد بطل أو هنطلع حد وما فيش أساساً في المدرس حاجة بتتعمل الموضوع دوت معنى أنه بيبلط المكان يعني أي عيل هيقع هيكسر فلازم المسؤولين ياخدوا بالهم أن لازم الملاعب بتاعت المدرس لازم فيها نجيلة وملعب وملعب كرة عشان تطلع أبطال في كل المجالات اللي بيبلط الملعب ده أو بيبلط الحوش ده دماغه مبلطة أصلا ده قرار دماغه مبلطة قرار يبلط الحوش وما إيه الحكمة في أنه يبلط الحوش إلا إذا كان مبلط فعلا لكن خد بالك كمان يا فندم أنه إنت في لما بتروح تدفع مصاريف لولادك في المدرسة بيبقى في على هل إحنا بكلم عن 50 ألف مدرسة حكومية بنتكلم على اللي حوالي 19 مليون تلميذ وطالب ما قبل الجامعي في مصر بتروح تدفع المصاريف بتاعتهم المصاريف ابنك فيهم اتنين جنيه أنشطة ومكتبات يعني اتنين جنيه أنشطة ومكتبات يعني 38 مليون جنيه مخصصين عشان الرياضة دي اللي هو بيجي يبلط طبعا الأنشطة والمكتبات بقابل لي أنا كده من كده على الوضع المزري للمكتبات مكتبات المدارس لكن شوف المشهد هنا إنه بينما حتى وضع القانون وضع فكرة المصاريف دي والمصرفات عامل في زهنه أنه لابد من نشاط لهذه الطلبة أنشطة بدنية رياضية فنية موسيقية مكتبات إراية الطلاع معرفة فانتهى الأمر من بلط الحوش حتى الجانب الصحي في قصة إنه الولادنا أولا قويسة دي فيه حوشلس لأنهما اللي حواش بتضيق تضيق تضيق بمدارسنا الآن إلى حد إنه يختف الحوش ويبقى عندنا النظرية اللي يعني الفشلة بتاعة الحوش نبني هنا فصول زيادة وهنا فصول زيادة وكأنه الفصول الزيادة طول ما بتقلل الحوش وتقلل الأنشطة انسى أنا عايز أقول لكم حاجة يعني أتمنى إن إحنا نتأملها كده رقم واحد في التعليم الأساسي في العالم فنلندا فنلندا تعليم الأساسي تصدق اللي فنلندا لغت لامتحانات فيش امتحانات أصلا وبالمدرسين يبتدأ في فنلندا لازم يكونوا حاصلين على الماجستير طب يرك في فنلندا لغوا الكمبيوتر فيش عكس بها مدرسة فيها كمبيوتر والطلب تعليمه بكمبيوتر بكلام ده في الفصل ما فيش المدرس كده للتلاميذ عدل التواصل ده يعني يلاقي الكمبيوتر في فنلندا راجعوا أقروا كندا أشوفوا أنا بقولوا كلام حقيقي ولا لأ رقم واحد في العالم في التعليم الأساسي لغينوا الكمبيوتر لغينوا الامتحانات هو جاي يتعلم مش جاي يمتحن جاي ياخد معارفة بالحياة وعلم بالحياة جاي نأهله على شيء مبني آدم مش عشان يبقى صعب شهادة بقى وبس والمدرس ده ده لازم يكون حاصل الماجستير مش مجرد مؤهل جامعي بس قد يتجارب الدول ما بقولش نعمل كده لحنا وضعنا صعب جد لكن قصد انه في أفكار فعلا خارج الصندوق والعالم كله عنده تجارب في منتال نجاح اختار انت باسترجم وتعالى انها اللي بيحصل ده بمبلط الحش ومبلط دماغ الويد نسمع السؤال التين عايزين نسأل استاذ عيسى السؤال البلد انت تبقى نضيفة كشكل يعني عايزينها بس شكل تبقى نضيفة زي زمان قدرة وحاجات من دي بس نقدر نعمل ده بخطرات كتير بس الخطوة الرئيسية التي أتمنى أن تصبح مشروعا عملاقا على قائمة المشروعات التي يضعها الرئيس في مخططه للتنفيذ والتطبيق وان يبقى في كل والتشغيل الشباب مش بالتسعمائة ولا تلتمائة وخمسين تلاجة بس عشان الخضروات والفاكهة لا لا في حاجة اهم من كده على فكرة وفي مشروع اهم من كده ممكن يحصل والشباب يشتغل عشر اضعاف اللي هتشغلوا التلاجات دي ان احنا عشر اضعاف ايه من ضعف ان احنا نقرر كده ونصح الصد عندنا قرار رئاسي كده ان كل قرية ومدينة في مصر هيبقى فيها مصنع تدوير قمامة وتتحول كل قرية ومدينة في مصر الى تدوير قمامتها لتحولها الى ثروة فتطلع منها اسمات تطلع منها طاقة تطلع منها مخلفات تتعمل تدوير صناعي وكل قرية حسب الخطة اللي تتعمل وكل قرية بتشغل ابنائها في المصنع ده فيبقى دولة يبقى دولة نضيفة ونبقى حولنا القمامة الى منتج وكسبنا منه فلوس وكسبنا صحتنا وكسبنا نظفتنا وشغلنا عيالنا وولادنا بالمناسبة الاجهزة دي بتاعة تدوير قمامة محدودة جدا يعني نفقاتها وفلوسها وتكاليف ومشروع بقى لك يحول البقى وفي تجارب من النوع ده معمولة ونكحة جدا تقدر تعمل في كل قرية في مصر بكرة الصبح في الاربعة الالاف قرية في مصر غير الاربعة وعشرين الف ننجعة في المدن بتاعة مصر كلها تقدر تعمل ده تنجح بكرة الصبح في تحويل مصر إلى على الحد الأدنى نعود فنشم هواء نعيش حياة أنظف كثيرا مما نحن فيه بعد فصل نلتقل